هل الكاف وصل بيه الحال وصل بيه الحال فقر الحال ان اللي يروح الحفلة هو اللي بياخد الجايزة يعني نهاردة فيكتور قسمن هو اللي في الحفلة اتخذ الجايزة ولا هي متصربة قبل ما فيكتور قسمن يسافر طيب هل منطقي الكاف في اتحاد الافريقية كورة القدم تاني اهم اتحاد بعد الاتحاد الاوروبي المفروض يعني واللي عنده اهم لعيبة في العالم لعيبة القفارقة دول من اهم اللعيبة اللي في العالم جايزة افضل حرس مرمة لم يحضر احد لم يحضر احد لا ياسين بونو ولا محمد الشناوي ولا اونانا مفيش حد موجود طيب جايزة افضل لاعب اصلا بشكل عام تمام مفيش غير فيكتور قسمن جايزة افضل لاعب محلي مفيش جايزة افضل مدير فني فقط وليد الركراكي وقال يوسيسي وعد بقى على بقى الجوائز كله كده مفيش ناس بتحضر الحفلة مفيش ناس بتحضر الحفلة تحفلت حفلتك بلا قيمة كبيرة طيب الكاف الذي يشكو دائما من فكرة فقر الحل فعلا في الامور المالية ان انت عندك ضائقة مالية طول الوقت تمام حفلات دي اللي ممكن تجيب لك فلوس بالكوم انت متخيل النهاردة مثلا مثلا يعني لو حفل الكاف دوت موجود فيه فيكتور قسمن وفيه محمد صلاح وفيه رياض محرز وفيه اشرف حكيمي وفيه سفهان مرابط وفيه كل نجوم الكارة دول وفيه محمد الشناوي فيه برستاوي فيه كل الناس دي هيجيله كام راعي للحفل هيجيب فلوس قد ايه واضح ان اللي بيديره الكاف بيديرها غلط طيب تسيبه جبال محمد صلاح حطه على جنب وانا قدت الكامدن برحب بس هكراره تاني النهاردة بس لحشان منرفزاني منرفزاني قلة المنطق يعني ايه مارسي الكلر المدير الفني للنادي الاعلي اللي خد خمس بطولات السنة اللي فاتت خمس بطولات مش موجود في قائمة مختصرة لأفضل مدير فني في الكارة الافريقية ازا بقاني منطق بقاي منطق انت حطيت وليد الريكراج ماشي طبعا ربع العالم يعني طبعا حطيت اليو سي سي مدرب السنغال ماشي مدرب كبير ورائع جدا ووصلت بسنغال اللي كس العالم كس العالم الافريقية ماشي منطقي برضو التالت مع كامل احتراملي اللي هو له سي بي رائع جدا كابتل عبدالحاء بن شيخة سي بي رائع ومميز ومدرب كبير من افضل مدربية العرب مفيش خلاف بس لما تيجي تكرنه بالانجازات اللي عملها مارسي الكورة المسلم اللي فات لا طبعا مارسي الكورة المتفاوض جدا 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 ازاي طيب انت وقت عبدالحاء بن شيخة مدير فني در مدرب